إذا احنا تكلمنا عن clinical presentation of acute appendicitis عرفنا عن differential diagnosis most common differential diagnosis according to the age وأكو طبعا غير differential diagnosis كدون تقروها في shorter practice إذا احنا نحن نحن professional diagnosis فنحتاج مو بس clinical examination نحتاج أشياء ثانية اللي هي سموها investigations فالpreoperative investigations in acute appendicitis أكو عدنا روتين وأدنى selective الروتين هي لازم يستثبقين بالطوارئ أنا ما يجيك patient acute abdominal pain دزة ذنة ثنيا full blood count and urine analysis ها روتين الselective هو الpregnancy test اللي هو in any child bearing age patient female ندزهى pregnancy test urea and alicotrolite selective واعتمد يعني اكو patient نحتاج وpatient ما نحتاجها supine abdominal radiography ultrasound of the abdomen and pelvis والسيتي scan الابدومن والpelvis ذنة من ضمن الinvestigation سموها selective investigations اللي هو نحتاج حتى نوصل diagnosis مرات نزهن ذنة حتى نوصل diagnosis اكو فيت عبارة كل شو ما نقدر نعرف هان هي diagnosis of acute appendicitis is essentially clinical هاي دائما كنا نسمعها ولحد الآن يطبقوها ويحتيوها يعني التشخيص الزائدة هو سريري يعني الطبيب هو شخص الزائدة بس هنا اش لقوا هنا however a decision to operate based on clinical suspicion alone بس على التشخيص السريري يعني history examination can lead to a removal of normal appendix in 15 to 30 percent of cases يعني يجوا بالدراسات لقوا انه بس تعتمد على clinical راح تشيل مثلا 100 مريض appendix راح تلقي معدو 15 إلى 30 normal appendix اوكي فهنانا احتجنا إلى فتشي ثاني على موت حتى نوصل لل diagnosis الى اقرب ما يكون اللي هو سرح نشوف ها بالسلايد الثاني العالم سوى شنو a scoring system على موت حتى يشخص المست likely patient presented with acute appendicitis واذا مثلا score قليل يقول لك هذا مو appendicitis فاسمو الفرادو score الفرادو score اللي هو بثمان حروف هو المنترل M-A-N-T-R-E-L-S الثمان حروف السكور عبارة عن عشر نقاط نحفظها شنهن العشر نقاط السا نجي على migratory pain اللي هو central abdominal pain و shifting to the right اللي يقفو هذا يضطو إذا عند patient عند هذه complaint central abdominal pain shifting to the right لو abdomen هذا score يضطو 1 إذا patient عند anorexia اللي هي الأي يبدي بالأي من المنترلز الأي فيجي أخذ درجة nausea and vomiting الأن بالمنترلز Nausea فيكون هم يجي درجة واحدة إذن كنا نجي على Signs 9 Signs فهذا يطوط درجة واحدة الكويتوسي الويت بي سي من اربعة الى دعش اذا لقينا اثنعش 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 اربعة عشر فهذا يسموها الكويتوسيس فيطوط درجتين يعني الدرجتين ينطوها للتندرنس وينطوها للليكويتوسيس شفتنك تو ذا لفت شيني شفتنك تو ذا لفت عندما يصير انفلميشن النيوتروفيل اللقم تطلع من البولمرو عادة ان النيوتروفيل تكون اربعة الى خمسة سجمانت بها يصير فلما بعد الانفلميشن كلش حاد فالمريض يحتاج ان النيوتروفيل هواية فما يلاحق يصير ماتورشن للنيوتروفيل فيقوم يطلع النيوتروفيل اللي هي السجمانت بها ثنية ثلاثة فيسموها اماتور نيوتروفيل فيسموها شفتنك تو ذا لفت هذاني النقاط عشرة النقاط عشرة هذاني هي المانترولز بس انه الحروف تحتاجين السمتوم والسعين واللابراطوري هنه ثمانية فعدنا ثمين من ذن الثمانية بيهن نقاطين اللي هي التندرنس والليكوسايتوسيز سبعة فما فوق هذا يعني يطينا فالإحتمالية كبيرة لمن هذان على أكوة أرى أميسكات اللي هو بعد ما واصل تشخيص اللي هو بين الخمسة والستة اللي هو نحصل في نازم نسويه الابدومنال الالتراساوند هنا عنا نشوف On the left side نقدر نشوف Ultrasound وهو abdominal ultrasound examinations اللي هو نقدر نشوف به Features of Acute Appendicitis اللي هو يكون Distended Audimatus Appendix وبالإضافة إلى نحتمال نلقى الفيكوليث نقدر نشوفها فيكون Distended يعني الابندكس يكون Distended وطبعا Decreasing the Compressibility هناك features من Ultrasound رح ندخل details بها بس قدر Ultrasound يقدر يوصل للتشخيص بالdiagnosis والابندسايتس بإضافة للمرات نجزة CT scan حتى نوصل الdiagnosis نشوف CT scan right side هنا Abdominal Contrast Enhanced CT scan هناك الفيكوليث هذه موجودة وبنفس الوقت الابندكس It is Inflamed وأودماتس وبإضافة لأكو فد Air موجود بنصل الابندكس Intramural Gaze فهذا معناته يطنينا فكرة إنه Inflamed Appendix فهذه هو الـ Differential Diagnosis ذلك نقدر نوصل به عن طريق الـ Ultrasound والCT scan هاي فاعدتهم فالسؤال المهم What are the traditional treatment for acute appendicitis اللي ما شي إنه لما نقول appendicitis شنو التريتمة مالته هو appendicectomy واضحة Is appendicectomy till now applied for all cases ها رح نتعرف عليه ها طبعا من ضمن الأشياء يسمون evidence-based medicine الأشياء الحديثة اللي لازم نتعلم عليها ونتعرفها لأنه لا يوجد حقيقة ثابتة مثل ما قلنا traditional treatment ما الـ appendicectomy هو appendicectomy بسيس يصير there is an emerging body of literature فالبحاث كثيرة to support trial of conservative management in patients with uncomplicated appendicitis يعني أكو سيقول لك إذا ما كو الـ appendix presented مو complicated يعني ما عند في colis ولا perforation ولا abscess موجود فهذا أكو أبحاث كثيرة تقول شنو أنه احتمال يتطي conservative treatment ويتعالج المريض هذه من ضمن الأشياء المهمة اللي نتعلم حسا what are the conservative management بالacute appendicitis شنو اللي رح نطي بالconservative treatment treatment is bowel rest يعني patient nil by mouth intravenous antibiotics نطي عادة هي من flageel و third generation cephalosporin و available data indicates successful outcomes in 80 to 90 percent of patients هذول اللي مو complicated appendicitis البحوث تقول أنه 80 إلى 90 بالمئة رح يصير شنو successful outcome يعني resolution however there is an approximately 15 percent of recurrence rate within one year وجدوا أنه هذول اللي عاجون conservative 15 percent من عدهم يرجع مرة ثانية الألم خلال one year هذا الابروح conservative اللي مطبق حاليا should be considered in patients with high operative risk يعني اللي عنده heart failure عنده رينال failure عنده diabetes بيتس و hypertension و complicated cases multiple comorbidities يعني مو للشاب الشاب يعني يعني نطبق هذا عادة conservative management ليش لأن احنا اكل انا اكو 15 percent is under recurrence attacks of the acute appendicitis فهذا هو ال recommendation اللي موجود بالكتوب مع لاتنا appendicectomy is the treatment of choice how we do it labroscope open appendicectomy طعن هذي هي هم من ضمن evidence based medicine هذة فال reference ادعوكم ان اتراجعوا تقروه وشوفون الرزال مال تبس مجرد شوفوا اللي هو يطينا رسال هذا النتيجة ال reference اللي هو رسال recommendation is to use labroscope and labroscope appendicectomy in patients with suspected appendicitis unless labroscope itself is contra indicated or not feasible يعني اما يفضل انه ينصح أنه appendicectomy يسوي labroscope إلا إذا كان contra indication لل labroscope أو it is not feasible يعني ما موجود في مستشفى مالتك طبعا ويفضل انه اكثر شي يقوم وين especially في young female ليش في young female عادة انه differential diagnosis عادة نوية لأنه تجد ruptured oberian cyst or gestation راح راح نتجنب راح نتجنبها بال labroscope و الموظفين راح يرجع للعمل أسرع بهواية من open appendicectomy سحنا خلصنا المحاضرة الأولى اللي تكلمنا بها عن applied anatomy عن clinical presentation عن differential diagnosis عن natural history multiple appendicitis وبإضافة إلى تكلمنا على treatment of appendicitis thank you for your attention زحنا محاضرة ثانية يتكلم بها on appendicular mass and appendicular tumors insha Allah thank you again for your attention